اعزائي الطلبة حياكم الله في محاضرة جديدة اليوم راح ناخذ الجمع موضوع الجمع مهم جدا شلون تجمع الكلام باللغة الانجليزية من اريد اجمع الكلمة باللغة الانجليزية دائما اضيف اله اس عندي كلمة كار معناها سيارة كارس سيارات پن قلم پنس اقلام زين القاعدة الثانية تقول اذا كانت الكلمة منتهية بالحروف التالية دابل اس اس سي اتش اس اتش اكس او زد هذه الحروف اذا لقيتهم بالكلمة بالاخير فراح اضيف اس وليس اس اعيد اذا لقيت هذه الحروف في نهاية الكلمة باللغة الانجليزية فراح اضيف اس وليس اس حتى اجمع هذه الكلمة عندي كلمة باس ضفة اس كنيسة ضفة اس ضفة اس ضفة اس نركز زين على هاي الملاحظة زين خوش حتي اذا من اريد اجمع الكلمة دائما اضيف اس لهذه الكلمات اكو حالات شاذة قليلة زين القاعدة الاخرى اذا كانت الكلمة منتهية بحرف الواي وقبل حرف صحيح فراح اقلب الواي الى اي واضيف اس اذا كانت الكلمة منتهية بحرف الواي وقبل حرف صحيح فراح اقلب الواي الى اي واضيف اس اذا كانت الكلمة منتهية بحرف الواي وقبل حرف واي وقبل حرف انه بس اضيف اس من انسه توي تويز دي ديز كي كيز باي ضيف بس S من سوي بس نضيف S طيب الملاحظة اللي بعد إذا كانت الكلمة منتهية بحرف ال-F أو F أو F-E إذا عندي F أو F F أو F-E فراح تتحول إلى V-E-S this wife wives قلبنا ال-F إلى V وضفنا E-S knife knives thief thieves wolf طيب لكن قاعدة ال-F لها شواب مثل عندي كلمة golf أضيف لها بس golf بس roofs proofs هنا chiefs 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 معناها طبق طاهي إذن دائما هذن كلمات الثلاثة باللغة الإنجليزية ما نحط الهن ما نقلب ال-F إلى V ونضيف E-S فقط نضيف S فقط نضيف S طيب ونجي هسا على الحالات الشاذة هذن الحالات شوية نظامهم مختلف إحنا نعرف أن الكلمة منتهية ب-O نحط لها E-S potato potatoes hero heroes لكن هذن الكلمات شوفوا هنا شوفوا هنا مقلنا نحط E-S هنا ما رح نحط E-S بس نحط S photo radio piano piano سؤال سؤال مني أعرف ليه شي هنا ما نضيف السبب يا أخوان لأنه هاي الكلمات أصلها لاتيني وليس لغة إنجليزية الكلمات اللي أصلها مو إنجليزي من أريد أجمعها راح تبقى تجمع مالتها على أصلها بتلك اللغة فبتالي كلمة photo من أريد أجمعها الصير photos طبعا هنا بس ضفت S ليش ما خطيت E-S لأنه هاي الكلمة أصلها مو إنجليزي فلازم تعرف أنه الزين أستاذ شلون أحفظهم أنا دائما أخربط بيهم التكرار أطال لك أكتب وأعيد وأكرر أكتب وأعيد وأكرر أكتب وأعيد وأكرر إلى أن تنطبع ببالي وعندك هذين الشيوات أيضا man man tooth teeth child children sheep تبقى نفس ما هي sheep oops أحطرها E-N شوف إي هاي الكلمة شوف S S I S أكو أكثر من كلمة تنتهي بS I S هذه الآية الحق E فقط هذه الكلمة معناها واحد وموجودة بالإنجليزي بالسادس إعدادي وجاية وزاري شون رأيك طيب عندك هناك كلمة women A A ينقلب E O ينقلبون إلى E عندك هذه الكلمة G معناها غزال fish تبقى مثل ما هي fish person بالجمع أصير people person بالجمع أصير people طبعا كلمة fish معناها سمك وهي جمع fish سمك وهي جمع إذا حطت لها ES صارت مجموعة أنواع مختلفة من الأسماك جمع كلمة fish وحدها سمك جمع إذا حطت لها ES صارت مجموعة متنوعة من الأسماك هذه معلومة لا أحد يعرفها حلوة تفيدك إذن لا ننسى هذه النين حفظا هذا كل ما موجود بخصوص موضوع الجمع تعالوا خلونا نحل S إلى وزارية جاية نجمع لأصف السادسة العدالي شوفنا charge نحط لها ES هذا إي ش راح نسوي لها نقلب الاي إلى آي راح يصير إما يصير إلى E فقط بوك صارة بوك بار سصير بار بس نحط اله كناري نقلب الواي إلى آي ونضيف ES نقلب الاف إلى V ونضيف ES هذه تمهيد 2024 منتهي أبو قبل الواي حرف صحيح راح أقلب الواي إلى آي ونضيف ES activity معناها نشاط activities معناها نشاط طلاب الأعزاء موضوع الجمع من المواضيع المهمة جدا واللي راح تحتاجه هواية بالسادس إعدادي لأنه بعض الأحيان الكلمة إذا كانت جمع عن المفرد يختلف المعنى وهو شغلات مفيدة تفيدنا بالترجمة وهي بالأخير هي محصلة معلومات راح نجمع معلومات مننا ومننا ومننا إلى أن نصير عندنا القدرة على الترجمة وعلى التفسير وعلى الفهم بعض الطلاب ما يأخذ معلومة لا دير بالك تعوف أي معلومة كل معلومة تفيدك وطورك وتنميك وتنمي لغتك الإنجليزية إلي هنا انتهى دارسنا اليوم أشوفكم إن شاء الله في محاضرة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة